أعزائي طلبة طلبات التعليم الفن الصناعي أهلاً ومرحباً بكم حلقة اليوم مخصصة لطلبة الصف الثاني الثاني والصناعي كسم تبريد وتكييف الهواء اشتغلنا مع بعض في الحلقات السابقة في الباب الأولاني في مادة تكنولوجيا التبريد وكلمنا على المواقع وتدفق المواسير داخل المواقع وكلمنا على نقطة مهمة جداً وهي اللزوجة وانا عندي اللزوجة بتنقسم إلى اتنين عندي اللزوجة الكاينماتيكية واللزوجة الدانمليكية وانا عندي اللزوجة الكاينماتيكية بيساوي اللزوجة الدانمليكية على الكسافة بعد كده اتكلمنا في موضوع مهم جداً وسريان داخل الأنابيب واتكلمنا على تحديد السريان هل هو سريان منتظم أو رقائقي ولا سريان مطرب وعرفنا الكلام ده نجيبه عن طريق معادلة مهمة جداً وهي معادلة الرونالدس نمبر معادلة الرونالدس نمبر اللي هي كانت بتساوي الروف الفي في دي على الميو اللي هي اللزوجة الدانمليكية وكنا عن طريقها بقدر أحدد أنه عندي سريان رقائكي ولا سريان مطرب وقلنا لو الكيمة اللي بتطلع أقل من 2000 أو 2300 بيكون سريان دوت اللامينار أو سريان رقائكي أما لو الكيمة بتطلع أكتر من 3000 ده بيبقى سريان مطرب طبعا المعلومة ديت هتفيدنا جدا النهاردة في درس اللي احنا هنشتغل فيه طبعا بعد كده انتهينا من الحلقة السابقة واشتغلنا بعد كده ان شاء الله الحلقة انه هنتكلم النهاردة بقى على الفقد في المواسير الفقد في المواسير ده موضوع مهم جدا نتيجة وجود احتكاج داخل المواسير يعني الكلام دوت بيحصل فين؟ طبعا عندي لو أنا بتكلم على تكيف مركزي وبتكلم على نقل وسيط التبريد من المكانة نفسها لانا هشتغل عليها لطلع للتبريد لحد المكان لانا هحتاج لانا أبرضه أو أكيفه فبحتاج انقل الكلام دوت لو أنا بتكلم على الوسيط التبريد بتكلم عليه هوا يبقى أنا بتكلم على دكت أو مجاري هوا بتنقل فيها الهوا من المكانة لحد المكان لانا محتاج أبرضه طبعا لو أنا بتكلم على مية لو أنا الوسيط التبريد مية يبقى أنا بحتاج مواسير بنقل بيها المية من المكانة لحد المكان لانا محتاج أكيفه طبعا الكلام دوت بيحصل لعندي فقد في الاحتكاج نتيجة مرور المائع سواء كان هوا أو سواء كان ميا داخل الأنابيب أو داخل مجرى الهوا. نتيجة احتكاك المائع بالسطح الداخلي لمسا لو انا بتكلم على ضاكت وبيمشي هوا نتيجة احتكاك المائع بسطح الساج أو سطح الداكت نفسه اللي احنا بنتكلم عليه أو نتيجة مثلا الداكت الجاي من داكت كبير لداكت صغير بيحصل فقط في الاحتكاك. فالموضوع النهاردة مهم جدا وسنتكلم عليه يبقى أنا عندي الفاقد في المواصيل نبص مع بعض كده عندي منه حاجتين عندي فواقد أساسية نتيجة الاحتكاك وعندي تانية حاجة فواقد ثانوية نتيجة التغير في مساحة المجدى هناخد أول حاجة الفواقد الأساسية نتيجة الاحتكاك نتيجة الاحتكاك بيتقسم عندي لحاجتين لو أنا عندي السريان داخل الدكت أو داخل المجرى اللي بيمشي في الهوى عندي سريان مستمر او لو عندي هنا السريان مضطرب يبقى انا اول حاجة هعملها هشوف السريان عندي مستمر اللي هو الميرفلو ولا هو مضطرب تيربلانت فلو طب نمسك حاجة حاجة كده نمسك اولا في حالة السريان المستمر القنون اللي انا هشتغل عليه ابقول هنا هو الفواقد الاساسية اللي بيحصل نتيجة الاحتكاك برمز لها بالرمز HF اللي هو الرمز ده تمام بيساوي ايه بيساوي عندي هنا 32 في ميو في السي في ال ال على الدابليو في ال دي قصة 2 طب ايه بقى نتعال نشرح الكلام ده احنا قلنا ال HF اللي هو الفقد في الارتفاع نتيجة الاحتكاك بيساوي 32 كما سبت مضروبة في الميو اللي هي اللزوجة الديناميكية مضروبة في السي اللي هي السرعة مضروبة في ارتفاع اللي هو ارتفاع الدكت او المصورة اللي بيمشي فيها الفلود تمام على الدابليو الدابليو عندي هنا اللي هي الوزن النوعي لو انا عايز اجيبها بضرب الكسافة في العجلة الجزابية الارضية اللي هي كمتة 9 و 81 تمام الدابليو كما بتاعتها نيوتن لكل متر مكعب كلام كويس جدا طب الكلام دوت في حالة لو السريان عندي مستمر وعرفت ان السريان مستمر لنا بجيب كيمة روندز نمبر وبعرف فيها ان عندي سريان مستمر ولا مضطرب لو كيمة أقل من 2000 بيبع عندي سريان دوت سريان مستمر اما لو كيمة كانت اكتر من 3000 بيبع عندي السريان دوت سريان ايه مضطرب وعلى هذا الاساس بستخدم القانون او المعادلة بتاعتي لو السرايان مستمر القانون اللي احنا اشتغلنا عليه دلوقت طب لو في حالة بقى لو السرايان مضطرب L بعمل ايه بستخدم القانون ده القانون بقول لي ايه ال HF اللي هو الفقد في الارتفاع بيساوي 4 في ال F في ال L في ال C تربيع على ايه 2 في G G اللي هي عجلة الجاذبية الارضية مضروبة في D دي طال هي الديامتر اللي هو الكتر طب ايه هو ال F احنا طبعا عارفنا ال L هو الارتفاع وال C اللي هي السرعة عارفناها طب ال F اللي هو معامل الاحتكاك ومعامل الاحتكاك دوت بيعتمد على رقم روندز نمبر وعلى خشونة المصورة او الدكت وبالتالي بجيبها عن طريق روندز نمبر بس احنا في شغلنا عشان احنا شغلنا سيمبل بس بسيط انا هبستخدم او كيمة ديت بجيبها لك على طول بحددلك بقولك معامل الاحتكاك بتاعك كذا احنا مش هنضطر اللي احنا نحسابه لأي حاجة طيب نيجي بعد كده نيجي ناخد مثال مهم جدا بقول لي مصورة كترها 20 سنتي يمر بها زيت سرعته 2.5 متر على الثاني اوجد الفقد في الاحتكاك خلال 100 متر من الانبوغة علما بان اللزوجة الكاينماتيكية للزيت 4 من 10 وكسفت الزيت 9 من 10 ومعامل الاحتكاك 1 من 100 كويس جدا طب انا عايز احسب الفقد في الاحتكاك اول حاجة عاملة لما بيجي مسألة لازم اكتب الداتا بتاعته على طول ايه الداتا اللي عندي؟ عندي اول حاجة احنا قلنا ايه؟ مصورة كترها الكتر بتاعي الكتر التيوب 20 سنتي بكتب 20 سنتي طب احنا بنشتغل بالمتر عشان احول من السنتي للمتر بقسم على 100 وبالتالي هتديني 2 من 10 متر تمام بعد كده زيت سرعته السرعة لها بالمتر على ثانية 2.5 متر 2.5 مفهاش تحويلها كده تمام اوجد الفقد في الاحتكاك اللي هي الـ HF تمام علما بان اللزوجة الكاينماتيكية للزيت اللي هي الـ V بساوي 4 من 10 نخلي بقى من التحولة دي 4 من 10 سنتيمتر مربع على ثانية طب انا ما بشتغلش بالسنتي انا هشتغل كل الوحدات بتاعتي بالمتر وبالتالي هم قسم اللي 4 من 10 قسم على ايه؟ 100 في 100 تمام كده ويالتالي لما قسم على 100 في 100 يبقى 4 في 10 استسلم 5 متر مربع على الثانية يبقى انا شغال كده متر وهنا متر وهنا متر وهنا متر يبقى الوحدات بتاعتي كده متزبطة تمام كده نيجي بقى معامل الاحتكاك واحد من الف واحد من مية كويس الموضوع ده بقى مهم جدا اول ما هشتغل انا عندي قانونين في حالة السريان المستمر وعندي في حالة السريان المضطرب انا هشتغل على اي قانون طبعا انا مش هجي من دماغي اول حاجة هحسبها هحسب رقم رنوندز نمبر وعلى هذا الاساس اشوف الرقم اللي هطلعلي تحت الالفين او فوق الثلاث تلاف وبالتالي اقدر احدد السريان ده وتمستمر ولا سريان ده مضطرب انا خطي قانونين في الفقدة في الاحتكاك بس انا معرفش انا هستخدم اي قانون فيهم كل قانون واحد بقول لي في سريان الرقائقي اللي هو المستمر واحد في سريان اللي هو المضطرب يبقى اول حاجة هعملها هجيب الرنوندز نمبر بيساوي ايه بيساوي الرو في السي في الال على اللزوجة الديناميكية اللي هي الميو طب نبص مع بعض كده لان الموضوع ده مهم جدا الروندز نمبر اللي هو ر اي بيساوي رو في السي في الال على ميو تمام طب انا ممكن اشيل دي دي اللزوجة الديناميكية تمام انا عندي اللزوجة الكانيميكية بيساوي الميو على الرو تمام يبقى القانون دوت ممكن اقول عليه اقول هنا بيساوي سي في الال على اللزوجة الكانيميكية طبعا دي عندي ودي عندي ودي عندي وبالتالي قدر اجيب روندز نمبر تمام كويس جدا طب انا عندي هنا لو انا بكلم بقى هنا في قانون ممكن اكتبه هنا الروندز نمبر ممكن اكتب دي ال ممكن اكتبها دي امتى اعملها دي وامتى هعمل ال على حسب المصورة اللي عندي لو المصورة افقية هقول هنا دي في القانون ده طب لو المصورة رأسية هقول هنا ال اللي هو ليه الارتفاع تمام يبقى امتى نحط هنا ال وامتى نحط دي زي ما قلت كده لو المصورة افقية او المصورة رأسية لو المصورة افقية هكتب دي كويس جد كويس جد طب انا دلوقتي مديني اللي زوجة الدينة مكاية بس مديني اللي زوجة اللي كانت مكاية يبقى انا هستخدم ايه المعادلة دي السي عندي مديني 2.5 ومديني الارتفاع 100 متر ومديني اللي زوجة اللي كانت مكاية 4 في 10 قصة سالب 5 نيجي بقى انا عوق كده على الشاشة مع بعض روندز نمبر بيساوي السي في دي زي ما ذكرناها السي في دي على الفي اللي هي كانيماتيك في سكوستي وبالتالي لما اجي اعمل عملية الحسابية ديت ادتني 12500 طب كويس قوي الرقم ده اول ما بيطلع بقدر احدد انا عندي اللي زوجة ديت او عندي هنا السريان هنا سريان رقائكي ولا سريان مضطرب انا عندي نوت فوق الثلاث تلاف ده سريان ايه مضطرب هو طبع ل12500 يبقى بطوله ايزا نبوس كده ايزا السريان دوت سريان مضطرب لان الكيمة دي طلعا لي اكتر من ثلاث تلاف في الحالة ديت بقدر اجي بقى امسك في حالة السريان المضطرب بقول هنا هو عندي اله انا كده عرفت ان السريان عندي سريان مضطرب بيسوي ايه بقى اربعة في F في L في السي تربية على اتنين في الجي في الدي نبوس كده مع بعض معامل احتكاك عندي موجود ومدهولي اه تقريبا واحد من المي تمام اربعة كيمة سابتة الال لطول المصورة من الدهاني مية عندي هنا السي من دهاني اتنين ونص يبقى اتنين ونص تربية على اتنين سابتة الجي عرفة عجلة الجاذبية تسعة واحد وتمانين كيمة سابتة عندي اخر حاجة ادي جيب لي كتر عشرين سنتي وقلت اسمت على مية دهاني اتنين من عشرة متر يبقى كل حاجة دلوقتي موجودة معايا في المسألة مجرد بس مدام انا عارف القانون مجرد لنا اعود تعويض مباشر على طول نبص كده مع بعض في التعويض طبعا اكتب القانون على طول اربعة في ال في ال اربعة في ال اف في ال ال في السي تربية على اتنين جي دي طلعتهم مجرد لنا اعود بالالحاز اعود صح طلعه على الكيمة ستة وسبعة وتلاتين من مية الوحدة بتاعتي لازم اخد بالي منها كويس جدا متر تمام طبعا احنا كده اخدنا الفواقد الاساسية لنتيجة الاحتكاك عرفناها وعرفنا ازاي احسب الفقد في الاحتكاك نتيجة السرين المستمر وسرين المضطرب نيجي بقى بعد كده اقولنا تاني نقطة اللي هو الفواقد السنوية نتيجة التغير في مساحة المكتب مساحة المكتب عندي هتتغير عندي كزا نقطة في الموضوع ده احسب لو لو فقد نتيجة دخول المائع الى المصورة يعني عند المائع بيخش كده ادي التيوب هاي او المصورة المائع بيخش كده بسرعة معين تمام في فقد بيحصل لما بيخش المصورة ده ليه قانون معين هنشتغل عليه فقد نتيجة خروج المائع من المصور عند المصورة هاي والمائع بيخرج من هين تمام ليها قانون مختلف عندها هنشوفه مع بعض فقد نتيجة الاتساع الفجائي في المصور يعني انا ماشي في انبوبة او في ضاقت وفجأة ضحت جاي موسع المصورة ده فيه هنا فقد بيحصل هنحسبه فقد نتيجة التضييق الفجائي في المصورة انا ماشي بكتر كبير بعد كده دخلت على كتر صغير فقد نتيجة الانحناء في المصورة اللي هو القلبه اي انحناءات موجودة او اقواع موجودة فيه عندي في المشروع هنا بيحصل احتكاك تمام فبيحصل فقد فانا عايز احسب الفقد ده نيجي نمسك اول حاجة اتكلمنا عليها فقد نتيجة الدخول المائع الى المصورة ايه هو بقى القانون اللي انا اشتغل عليه القانون سابت الاتش اللي هي الفقد الفقد في الارتفاع بيساوي عندي نص فيه سي تربية على اتنين جي تمام افقوش اي حاجة نص في السي تربية على اتنين جي الان جي لها عجلة الجزبية قلنا تسعة واحد وتمانين سي لها السرعة اكيد السرعة هاجب هاجب تاني حاجة خروج المائع من المصور القانون اختلف ازاي اتش بيساوي سي تربية على اتنين جي السي اللي هي السرعة تمام بس السرعة دي في الخروج اللي جيهن. فقد نتيجة الاتساع الفجائي في المصورة. انا ماشي بكتر وبعد كده دخلت على كتر اكبر بقداني هنا سي واحد نقصي اتنين قص ايه اتنين على اتنين جي. تمام? طبعا اه هي سي واحد اكبر ولا سي اتنين? طبعا اللي في الكتر الاصغر هو بتبقى السي هي بتاعتها الاكبر. هي بقى سي واحد هي الاول نقص السي اتنين والكلام ده كونه قص اتنين. على اتنين في جيه هي تسعة واحد وثمانين. رابع نقطة فقد نتيجة التضييج الفجائي في المصورة. انا داخل بكتر كبير بعد كده دخلت على كتر صغير حصل لفقد. تمام? بيسوي ايه بقى الاتش اللي بتاعتي اللي هي الفقد بتسوي ايه? بتسوي الكي في السي تربية على اتنين جيه. الكي ديت ده معامل سابت وكمته تلتمية خمسة وسبعين من الف. تمام? دي كما بتتحفز الكي تلتمية خمسة وسبعين من ايه? من الف. بعد كده عندي السي اللي هي السرعة المتوسطة على اتنين جيه. احنا قلنا سرعة المتوسطة وعدناها على طول. طب هي لا هي سي واحد ولا سي اتنين? المتوسط اجيبه ازاي? اقول سي واحد زي اتنين على اتنين. وبالتالي جده جبت الايه? السرعة المتوسطة بين الايه? بين الاتنين. موضوع بسيط جدا. مفوش اي حاجة. اخر حاجة لها خمسة. فقد نتيجة الانحناء في المصورة. اللي هو القلبه. ايه اللي بقى اللي بيحصل لو عنده هنا? اكواع. وعاز احسب الفقد اللي هيحصل. بيسوي ايه? الكي وقلنا قيمتها تلتمية خمسة وسبعين من الف. مضروبة هنا. في السي تربية على اتنين جيه. طب واحد قولي. طب مش فيه سي واحد وستنين. لا طبعا. ده هو كتر واحد. الكتر ده زي الكتر ده. تمام? يبقى عندي هنا سي تربية على اتنين جيه. طيب. كويس جدا بقى. طبعا نطبق الكلام اللي احنا خدناه دوت في مثال. ونحله مع بعض. بقولي ما صورة افقية كترها عشرين سنتي. تتسع فجأة الى كتر تلاتين سنتي. ثم تضيق فجأة الى خمستاشر سنتي. يعني ماشى بكتر. بعد كده الكتر دوت وسع. بعد كده الكتر دوت ادياء. بقى خمستاشر سنتي. تمام? ازا كان معدل تضفك لسريان المائع. ميتين لتر على السنة. ده كويس جدا. اوجد الفاقد نتيجة الاتساع الفجائي. رقم اتنين. اوجد الفاقد نتيجة التضييق الفجائي. يعني لو جيت انا كده رسمت الرسمة. هتبقى عبارة عن كده. سي واحد. وهنا في سي اتنين وهنا في سي دات. ليه? انا عندي هنا معدل سريان هنا عندي سابت. ميتين لتر على السنة. طبعا اللتر هنحولها لمتر مكعب على السنة. السنت هنحوله المتر. عشان نمشي كل الوحدات بتاعتي كلها متوازنة. ما ينفعش اشتغل سنته واشتغل متر في وقت واحد. تمام? عند هناك كتر عشر سنتي هنا تلاتين وبعد كده بقى خمستاشر سنتي. طيب اول حاجة العشر سنتي بقت اتنين من عشرة متر. التلاتين سنتي بقت تلاتة من عشرة متر. ادي اخر حاجة دي تلاتة اللي هي خمستاشر من مية متر. تمام? اخر حاجة عند الكيو بتساوي متين لتر على السنة. عشان احول من اللتر على السنة بقسم على الف. من اللتر للمتر المكعب بقسم على الف. لانا عند المتر مكعب في الف لتر. وبالتالي لما اجي احول من الكبير للصغير بضرب. ولما احب احول من الصغير للكبير انا بقسم. دي مية دهاني ميتين لتر. وبالتالي عشان احولها للمتر مكعب بمقسم على الف. تديني الوحدة متر مكعب على ثانية. دي وحدة معدلة تدفق الحجم. كويس جدا. يبقى انا كده زبطت عندي الداتة بتاعتي اللي جايلي بالمتر والمتر مكعب على الثانية. يبقى انا كده شغال كله مزبوط. لا افرض متر مكعب على الديئة. لأهم حولها برضو على الثانية. يبقى انا شغال بالثانية وشغال بالمتر. وبكده انا دلوقتي عندي اه دي واحد وعندي دي اتنين وعندي دي تلاتة. وعند الكيو اللي هو معدلة تدفق السابت في التلاتة. انا عند الكيو اللي هو معدلة تدفق بساوي الا في السي. الا اللي هي مساحة المقطع في السي. نبص مع بعض كده. عند الكيو بساوي الا في السي. تلعتلي هنا بالمتر مكعب على الثانية. طب نحاول نزبتها كده مع بعض. الا متر مربع. السي السرعة متر على الثانية. لما اضرب متر في متر مربع تديني هنا متر مكعب على الثانية. اللي هي دي. كواست جدا. طب انا في المعادلة او انا في القانون اللي انا اشتغلت عليه. عندي ايه? عند كيو بساوي الا في السي. السي مش موجودة عندي. الا مش موجودة عندي. القيو موجودة عندي. قيو مدهال ايه? اتنين من عشر. متر مكعب على الثانية. طيب. الاي مش موجودة? لا. في حاجات اقدر اجيبها معديني الايه? الكتر يبقى عندي نوات الكتر مش دي مصورة دائرية يبقى عندي هنا المساحة باي على 4 دي تربيع تمام؟ أنا عندي كتر دي 1 وعندي دي 2 وعندي دي 3 يبقى بالتالي أقدر أجيب اي 1 واجيب اي 2 واجيب اي 3 سهلة جدا وإن لو جبت اي 1 وجبت اي 2 وي 3 هقدر أجيب سي 1 وسي 2 وسي 3 عندي كيودية سبت طب تعالين كده نطبقها مع بعض عندي هنا الاي واحد بيساوي باي على 4 دي واحد تربية هيساوي باي على 4 دي عندي بكام؟ 2 من 10 تربية تطلع لي بكام؟ نبص كده مع بعض لما اجي عملها بالقالة الحسبة تطلع لي 3 من 100 تمام؟ ده كويس جدا بعد جدا أجيب ايه؟ 2 بيساوي برضو نفس الكلام باي على 4 بس دي 2 تربية باي على 4 دي 2 تربية دي 2 تربية عند دي 2 بتلاتة من 10 مربع هتديني الكمية دي لما اجي عملها بالقالة الحسبة تديني 71 من 1000 طيب الواحدة بتاعدتها ايه؟ المساحة متر مربع اهم حاجة لازم اكتبها متر مربع تمام؟ نفس اللي انا عملته هنا في ايه واحد واتنين اعمله في ايه 3 بساوي باي على 4 اخش اشوف كده احنا قلنا دي 3 15 من 100 مربع هتديني 177 اهي او 17 من 1000 متر مربع يبني انا كده جبت ايه واحد وجبت ايه اتنين وجبت ايه تلاتة بالطريقة دي هتقدر اجيب سي واحد وجيب سي اتنين وجيب سي تلاتة طب تجي ازاي؟ نبص كده مع بعض احنا قلنا القانون الاساسي كيو بساوي الاي في السي تمام؟ يبني عندي السي بساوي الكيو على الاي انا عندي كيو سابتة كلها اتنين من عشر تمام؟ عندي ايه هي بتتغير يبني عندي ايه واحد واثنين وثلاثة يبني نجيب سي واحد بساوي عندي الكيو اتنين من عشر على ايه واحد اللي احنا طلعناها طلعناها بثلاتة من مية طب الواحدة هتطلعلي بالمتر على الثاني تمام؟ نخش بقى عندي هنا هتطلعلي ستة وثلاثة تمام؟ اجيب سي اتنين ها بيساوي اتنين من عشر سابتة على الايه اتنين طلعناها بواحد وسبعين من الف تمام؟ اقسم دي على دي هتطلعلي اتنين وثمانية من عشر متر على الثاني سهلة جدا مفيش اي حاجة نفس الكلام اكرره سي واحد سي اتنين اقرر في سي تلاتة بيساوي الكيو اللي هي اتنين من عشر على الايه اللي هي تلعتلي سبعتاشر من الف هيتساوي عندي هنا حداشر وثلاثة من عشرة متر على الثاني ده انا كده جبت سي واحد وسي اتنين وسي تلاتة موضوع بسيط جدا مفيش اي حاجة اقدر بقى اخش على القوانين بتاعتي اللي انا عارفها اللي هو الفقد في الاحتكاك نتيجة بقى دخول او تضييق او الاتساع الفجائي اللي احنا موجود طبعا انا عارف القوانين وحافظ القوانين وعارف لما الدخول الفجائي او الاتساع الفجائي او التضييق الفجائي بستخدم اي قانون احنا قلنا خمس معادلات طب نيجي بقى نطبق مع بعض جبنا سي واحد وجبنا سي اتنين وجبنا سي تلاتة نخش بقى على المسألة بتاعتنا اول حاجة بقلها له الفقد نتيجة الاتساع الفجائي انا طبعا جبت سي واحد وستين زي تاتة زي ما إنت شايفين كده ستة وثلاثة وعند هنا اتنين وتمانية وعند هنا احد عشر وثلاثة طب ايه هو القانون المستخدم في حالة الاتساع الفجائي الاتساع الفجائي كنا بنقول الاتش وبالساوي سي واحد ناقص سي اتنين مربع على اتنين جي طب بص كده معي سي واحد عنده هنا بستة وثلاثة من عشرة سي اتنين اتنين وثمانية من عشرة ده كله مربع على اتنين في عجلة الجاذبية الارضية اللي هي اتنين وواحة وتمانين يديني ستمة واربعتاشر من الف متر مش ننسى كلمة ايه او ليه الواحدة بتاعتنا اللي هي بالمتر ده كويس جدا طب هو كان طالب بس كده لتسع الفجائي في المصورة لا ده كان فيه طلب كمان لهو التضييق الفجائي في المصور طب تضييق الفجائي في المصورة كان ب Louis ه Intro طب ديه سي واحدة لا دية المتوسط عشان اجيب المتوسط بقول هنا هو الطب попыт بقول هنا سي اتنين زائد سي تلاتة على اتنين يبقى اتنين وتمانية زائد حداشر وتلاتة على اتنين اداني سبعة متر على الثاني خلي بالك السبعة بين اللي اتنين دول عشان اعرف لنا صح تمام ده المتوسط بتاع السرعتين يبقى انا كده جبت الايه السي وعند جي تسعة واحد وتمانين وعند كنا اعرفها تلتمية خمسة وسبعين من اين من الف اقدر اعمل العملية الحسابية هي اديني خمسة وتسعين من مية متر يبقى انا كده جبت المطلوب مني اللي اتنين نخش بقى على حاجة جديدة لحساب الرافع الكل للسائل اللي هو الهد اللي هو الاتش مع اهمال الاحتكاك نبص كده عندي هنا الاتش اللي هو الرافع الكل للسائل بساوي الزد دي الطول او المسافة من السطح للمسورة عندي هنا السي اللي هي السرعة دي طبعا سي مربع على اتنين في عجلة الجسابية الارضية هنا مضروف في البي اللي هو الضغط بوحدة الكيلو جرام على المتر مربع على الكسافة كيلو جرام لكل متر مكعب خلي بالك الوحدة هنا متر ودية لو جئنا اسمتي دية على دية هتديك متر برضو ولو جئت اسمتي دية على دية هتديك برضو متر يبقى لوحدة الاتش اللي هتطلع في الاخر متر طيب هو الضغط على طول هيجيلي بالكيلو جرام لكل متر مربع لا ده ممكن يجيلك بالباسكال لوانيوترن على المتر مربع بس في الحالة دية هتوم اعمل هنا تحت رو في جي اللي هو الوزن النوعي رو في جي اضرب دية في عجلة الجزابة الارضية عشان لما جاء سم دية على دي يديني في الاخر متر يبقى على حسب الموطة اللي عندي في المسألة لو مديني الدغط بكيلو جرام لكل متر مربع يبقى بقسم هنا على رو ولو العكس مديني هنا نيوتن على المتر مربع بقسم هنا على الوزن النوعي اللي هو الو لها القانون اللي هتستخدينه من شوية لو ال W بيساوي ال Rho في G تمام نخش كده مسألة بقى نطبق فيها عشان نفهم ازاي يحسب الرافع كل للفلوت ده يتحسب ازاي عندي طبعا في البداية خالص او ما بيجي لي مسألة لازم اشتغل عليها اطلع الداتة بتاعتي صح وازبط الوحدات عشان اقدر اشتغل وما تتعبنيش ولا شغال تمام ما ينفعش هماشي سنتي مع متر مع لتر ما ينفعش لازم كل الوحدات بتاعتي تبقى ايه منتظم عندي نماء ينساب داخل مسورة كترها 15 سنتي هيا بقى لك ايه الكتر هنا 15 سنتي يبقى انا اكتب عندي D 15 سنتي تمام تحت ضغط مقداره الضغط بقى لوال B 7 كيلو جرام لكل سنتي متر مربع دي هتتحول بقى والقطرة هتتحول تمام وسرعة متوسطة 3 متر على السنة دي نفعش تحويل احسب الرافع الكلي اللي هو ال H مع اهمال مفاقيد الاحتكاك اذا كانت المصورة على ارتفاع 12 متر فوق سطح البحر طب نيجي اول حاجة اقرى المسألة اهم طلع الداتة بتاعتها على طول اول حاجة هنا عندي D يديه هنا ايه 15 سنتي 15 سنتي ده كلام كويس جدا تمام احول بقى من سنتي للمتر من سنتي المتر بقى سمع المية هي بقى 15 عالمية يدينا 15% متر دي اول حاجة تحت ضغط اضحت ضغط المقداره 7 كيلو جرام لكل سنتي متر مربع خلي بقى دي فيها تحويل انا عندي هنا السبعة عايز احولها لكيلو جرام لكل متر مكعب اعمل ايه عملت هنا ايه ضربت السبعة في عشر قصة اربعة هو انت مش لما بتجي تحول من السنتي متر مربع للمتر المربع بقسم على عشر قصة اربعة ازاي خليت هنا ضرب نخلي بقى هنا بقول لي 7 كيلو جرام على السنتي متر مربع السنتي متر مربع دي في المقام وبالتالي هنا واتلما اجي سنتي متر مربع او مقسمة هنا على عشر قصة اربعة مقام المقام يطلع بسط وبالتالي تطلع سبعة فعشر قصة اربعة كيلو جرام لكل متر ايه مربع دي توضيح للتحويلة من الكيلو جرام لسنتي متر مربع لكيلو جرام للمتر مربع. بعد جده سرعة متوسطة. تلاتة متر على الثانية. تمام? دي مفهاش تحويله هو جباله على طول بالمتر على الثانية. اخر حاجة بيجيب لي هنا ازا كانت المصورة على ارتفاع اتناشر متر. ليه الزد? اتناشر متر. فوق سطح لايه? البحر. نخلي بالنا هنا. انا بتكلم هنا على مصورة وبتكلم هنا على وطر على مية. والتالي كسافت المية انا عارفها الف كيلو جرام لكل متر ايه? مكعب. كويس جدا. فاضل عندي اللي انا عايز اشتغل القانون. عشان اشتغل بالقانون عندي نبص كده. عندي هنا الاتش بيساوي زد زائد عندي هنا سي تربيع على اتنين جي زائد عندي هنا البي على الرو. تمام? البي على الرو. البي لو بكيلو جرام على المتر المربع بمقاسم على رو. هنا هلاقي هنا الوحدة بتاعت دي بالمتر. وهنا لو قسمت دي على دي هتديني متر. وهنا لو قسمت دي على دي هتديني متر. وبالتالي تطلع الوحدة الاتش عندي بالمتر. طب تعال كده نعوض مع بعض. عندي الزد طلعت باثناشر متر. زائد. السرعة السرعة نعيلك تلاتة متر على السنة. طبعا هذه السرعة دي مربع. يبقى اسم هنا. اقول هنا تلاتة قصة اتنين. تمام? على اتنين جي. محدش يقولي جي دي ايه? دعاجة الجاذبية. يبقى اتنين في تسعة وواحد وثمانين. زائد. ها. عندي البي على الرو. البي عندي نوت متر دي هاني. اه بسبعة في عشرة قصة اربعة. على الرو. كسافة المية. هو ما قاليش كسافة المية ايه? بس انا عارف ان ده مية. وبتالي انا عارف كسافة المية الف. تمام? اعمل عملية حسابية. تطلع لي اتنين وتمانين متر. يبقى انا كده عن طريق اللي انا عرفت القانون. وعرفت ان عندي الوحدات كلها انا مزبطها وعرفت دي وحدة ايه ودي وحدة ايه ودي وحدة ايه. مزبط حالي تطلع لي الوحدة كلها بالمتر. الموضوع كله انا باخد من المسألة المعطيات احطها في قلب القانون. اللي انا عارفه. اللي انا فهمه. اللي انا حافزه. وبالتالي اعوض تعويض مباشرة على طول تطلع لي القيمة النهية. زي ما احنا شايفين على الشاشة كده بسين. نبص زي ما احنا ما اعوضنا. قلنا الاتش بيساوي الزد بيساوي او او زد زائد السي تربية على اتنين جي زائد بي على الرو بيساوي. القيمة كلها اعمل عملية حسابية هتطلع لي باتنين وتمانين متر. ده كلام كويس جدا. طبع ما فيهوش اي حاجة. طب نيجي نكمل بعد كده. معادلة حفز الطاقة لمواقع القابلة للانضغط. نخلي بنا القانون اللي فات. احنا قلنا ايه. اهملنا مفاقيد الاحتكاك. طب لو كان فيه مفاقيد الاحتكاك. كنت اهضفها على القانون. بس هو قالك مع اهمال مفاقيد الاحتكاك. هناخد دلوقتي بقى معادلة حفز الطاقة لمواقع قابل الانضغط لمعادلة برنولي. نبص كده مع بعض. شوف ايه? معادلة برنولي بتقول ايه? تمثل معادلة برنولي احد المبادئ الاساسية في دراسة حركة السوائل. بفرض ان ليس هناك اي فواقع في الاحتكاك. دي مهمة جدا. انا بفرض هنا ليس هناك اي فواقع في الاحتكاك. وبالتالي يكون مجموعة طاقات السلاسة الضغط والوضع والحركة سبتة للمواقع القابلة للانضغط. انا مش فاهم. طيب اعمل ايه? بص كده نديدك مثال اهو. عندي هنا دخول وعندي هنا خروج. عاز اطبق قعدة برنولي على الكلام ده. نبص كده مع بعض. يبقى انا عندي الزد زائد السيتر بي على اتنين جي زائد البي على الدابليو بيساوي كونسا. بيساوي ثابت. الكلام ده لو ما فيش ايه مفاقيد احتكاك. تمام? طيب. يبقى انا عندي هنا الدخول بيساوي الخروج. او اللي هنا عندي هنا. هيبقى عندي زد واحد وهنا سي واحد. وعندي هنا بي واحد. اروح نفس الكلام اكتبه هنا في المعادلة دي. اروح الناحية تانية. بدل واحد اخلي اتنين. يبقى عندي هنا زد اتنين. سي اتنين. بي اتنين. منجرد لانا اعمل الكلام دوت. انا فاهم اقدر اعوض اشتغل عطول. بس الكلام ده نعرف انت بنكتب المعادلة دي في حالة ليس هناك اي فواقد احتكاك. انا اهملتها. مفيش فواقد في الاحتكاك. طب تعال ناخد القانون ده. بس في فواقد في الاحتكاك. نبص كده مع بعض. في حالة وضع في الاعتبار الوقود فواقد في الاحتكاك. ايه اللي هيحصل? عندي هنا الدخول. عندي اللي هو واحد وسي واحد وبي واحد بيساوي. الخروج اللي هو زد اتنين وزد اتنين وبتنين. وزود عنه مفقيد الاحتكاك. تمام? يبقى الدخول بيساوي الخروج زائد مفقيد الاحتكاك اللي حصلت. طيب. تعالنا كده نبص مع بعض. ونشوف بقى معادلة الاستمرارية. طبعا عارفينها. ايه واحد مضروبة في السي واحد بيساوي الايه اتنين مضروبة في السي اتنين. الدخول هو الخروج. يعني الكمية اللي هتخش من هنا هي نفسها الكمية اللي تطلع من هنا. ما انا عارف الكمية معادلة ضفه كل هنا بيساوي الايه في السي. يبقى كيو واحد بيساوي كيو اتنين. وعند هناك كيو بيساوي الاي في السي. يبقى عندي ايه واحد في السي واحد بيساوي ايه اتنين في السي الموضوع ده مهم جداً لأنا هيجي لي دلوقتي أمثلة بيتكلم فيها وهيجب لك كتر الدخول وهيجب لك كتر الخروج تمام؟ وهيجب لك مثلاً سرعة دخول المائع في الدخول كانت كذا بالمتر على السنة المطلوب منك أن أنت محتاج سرعة الخروج طب مش الكمية لا تخش هي نفسها الكمية اللي هتطلع الكمية لا تخش هي الكمية لا تطلع طب أنا عندي الكمية لا تخش عندي بتقول لي إيه؟ الأي في السي الأي اللي هي مساحة المقطع اللي أنا بجيبها لو عندي أمبوبة دائرية بقول باية على أربعة دي تربيع تمام؟ كويس قوي في السي اللي هو مدهالة أو مرايح الناحية التانية بيساوي دي معادلة الاستمرارية الدخول بيساوي الخروج الأيه تنين اللي هي باية على أربعة دي اتنين تربيع مضروف في السرعة اللي أنا عايزة وبالتالي بقى عندي المعادلة دي كلها الفاقد اللي عندي اللي مش موجود المجهول عندي هو سي اتنين فالمعادلة دي هتنفعنا جدا وإحنا شغالين في أي مثال لما يكون عندي كل الأطراف معنا طرف واحد تمام؟ هو في المساحة مش بيجيبها لك مباشر يقول لك المساحة الدخول كذا أو المساحة الخروج كذا هو بيخليك أنت اللي تستنتجها هو بيقول لك المقطع دائري يبا أنا عايزة أجيب المساحة المساحة باية على أربعة دي تربيع هتفهمني؟ هيجيب لك الدي هو ما جاب لكش المساحة هجيب لك الدي بس عن طريق الدي أنت بتقدر تعوض وبتجيب لإيه؟ المساحة في حاجات في الأمثلة اللي بتيجي بتبقى مبنية اللي أنت لنتفكر فيها شوية تفكر فيها شوية مش فيينفع كل حاجة بتجيلك جاهزة ما جاب لكش المساحة كذا أنت مجرد لنا عوض مجرد لنا لازم أشغل دماغي دي تتحل إزاي؟ تمام؟ جاب لك مقطع دائري وجاب لك الكتر بتاعه عايز المساحة؟ بقى على أربعة دي تربيع طب جاب لك المقطع دوة مستطيل عايز أجيب المساحة؟ ها تقول في عرض صح؟ تقول في عرض مربع نفس الكلام تقوله دلعي مثلا في أربعة موضوع بسيط جدا موضوع بسيط إيه؟ جدا بس لازم أنا اللي أكون فهمت طب نخش مع بعض معادلة الاستمرارية عندي هنا إيه واحد سي واحد بسوي اتنين سي اتنين كويس جدا عندي هنا الايه اللي احنا قلنا المقطع بتاعي لو دائري هاي بابايا على أربعة دي تربيع تمام؟ طيب نيجي بقى ناخد نسالة عليها عشان نفهمها كويس جدا بوسي بقول لي إيه؟ مصورة يتغير قطرها من عشرة سنتي عندها بقطوع يرتفع خمسة متر لازم أكون بقى فاهم الكلام ده يتغير قطرها من عشرة سنتي يعني عند الكطر عشرة سنتي عندها قطاع يرتفع خمسة متر زي ما أنا رسم كده عندي هنا ده الكطاع اللي أنا عملته هنا ادي واحد كتع عشرة سنتي وكترتفع مسافة كام؟ ها؟ خمسة متر؟ كويس عن خط المقارنة اللي هو الخط ده ماشي إيه لبقى خمسة وعشرين سنتي إيه لخمسة وعشرين سنتي عندها قطاع يرتفع كذا ده إيه؟ ده كتر اللي هو دي اثنين عندها قطاع يرتفع خمسة عشر متر اللي هي زي ايه؟ زي اثنين ماشي؟ عن خط المقارنة اللي هو الخط اللي أنا وقف عليه بإهمال المفاقيت تمام؟ احسب مقدار الضغط عند القطاع الثاني إذا كان ضغط المية عند القطاع الأول خمسة كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع وسرعة الانسياب عند نفس القطاع اثنين متر عثني هنا بقول لي إيه؟ إهمال المفاقيت إهمال المفاقيت طب أنا عندي القانون اللي احنا نشتغل عليه اللي هو خاص بمعادلة برنولي بيقول لي إيه؟ عندي هنا بيساوي الزد واحد زائد السي واحد تربيع على اثنين جي زائد بي واحد على الدابليو تمام؟ بيساوي زد اثنين زائد سي اثنين تربيع على اثنين جي زائد بي اثنين على الدابليو ده القانون اللي هنشتغل عليه لو قال لي هنا ما قال ليش إهمل المفاقيت ما قالش يبقى لازم حط هنا وقت الـ HF اللي هي مفاقيت الاحتكاك هنا هو تمام؟ قال لي لا ما أهملها خلاص يبقى لدينا مش عايز يبقى هو القانون اللي هنشتغل عليه المعادلة دي تمام؟ ده زد واحد نبص كده ده عندنا وعندي سي واحد موجودة هنشوفها كده مع بعض عندي اثنين جي عندي الضغط الاولاني موجود عندي زد اثنين موجودة بي اثنين موجودة اثنين جي طبعا أنا عارفها دي ثابتة والدابليو برضو نفس الكلام اعرف اجيبها عن طريقه ليه الكساف وسرعة الانسياب عند نفس القطاع اثنين متر على الثاني يعني هو جيب لك عندي اذا كان بيهمال مفاكد لاحسن مفاكدار الضغط عند القطاع الثاني ماشي سرعة الانسياب عند نفس القطاع كانت هنا من الدهيني دي اثنين متر على الثاني اللي هي السي واحد طب احنا عايزة بقى نعوض موضوع بسط جد اشيل وحط المعادلة بتاعتي نبص كده على الشاشة نطلع عندي الداتا عندي هنا نبص قلنا اول حاجة طلعتها ادي عشرة سنتي تمام طب انا بحول على طول اول ما اشوف سنتي احول على طول من السنتي للمتر بقى سمة عالمية اديني واحد من عشرة متر كويس اوي بعد كده عندي زد واحد اللي هينا خمسة متر جاهزة بعد كده عندي دي اثنين ها خمستاشر دي اثنين لا انا اسف معلش دي اثنين هو عندي عندك طاع خمسة وعشرين سنتي يعني قى سمة عالمية هيديني خمسة وعشرين من مية متر نكمل الزد اثنين اللي هي موجودة هنا خمسة وعشر متر جاهزة على طول طيب بي واحد بقى نبص بقى في المعادلة ديت او التحويلة ديت خمسة كيلو جرام على سنتيمتر مربع احنا قلنا احنا قلنا لما نجي بقى نحول كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع لكيلو جرام للمتر مربع ضارب في عشر اصر اربع هيبه خمسة في عشر اصر ايه اربع عند السي واحد سرقة الانسياب كانت اثنين متر عثانية عند القطاع الاول ماشي هنا بيتكلم في مصورة تغير كطرها ده بيتكلم هنا كان بيتكلم على مية تمام الكسافة بتاعت المية الف كيلو جرام لكل متر ايه مكعب نعوض في القانون اللي احنا كتبناه من شوية لحل بتاعي بس قبل ما بعوض انا عندي مشكلة انا عندي المساحة عايز اجيب السرعة اثنين من السرعة اثنين مش عندي هي الوحيدة اللي مجهولة معاي لما جينا عوضنا في كله سي واحد موجودة البي موجودة البي موجودة بس اللي عندي السي دي مش موجود فانا هستخدم معادلة معادلة الاستمرارية نبص كده مع بعض اللي هي الكيو بساوي الاف السي صح يعني ايه واحد في السي واحد بساوي ايه اثنين في السي اثنين صح كده جماعة عندي سي واحد اثنين ونص متر دي موجودة عندي سي اثنين دي اللي هي مش موجود طب ايه واحد و ايه اثنين سهلة جدا اقول الايه واحد بساوي باي على اربعة دي واحد تربيع واطلع كمية بتاعتها بالمتر مربع تمام بعد كده اجيب ايه اثنو بساوي ايه باي على اربعة دي اثنين تربيع اطلع كمية بتاعتها بالمتر مربع طبعا انا حطيت هنا ايه واحد جبتها والاي اثنين جبتها والسي واحد اساسا من دهلك معطف المسألة المجبولة عندك انه هو بس هو سي اثنين وبالتالي قادر اعملي عملية حسابية اطلع السي اثنين نبص كده مع بعض عندي ايه واحد و اثنين بقى اربعة دي تربيع انا عارف كمية الدي احطها كمية الدي اثنين احطها وبالتالي كده جبت ايه واحد وجبت ايه اثنين تمام معادلة الاسم رازم قلت ايه واحد سي واحد بيساوي ايه اثنين مضروف في السي اثنين ايه واحد مضروف في السي واحد مش زائد نبص كده مع بعض ايه واحد سي واحد بيساوي اثنين في سي اتنين. مش الاتنين مضروبة هنا او ده الناحية التانية مقصود زي ما انا عامل كده. هيبع عندي هنا اه تمانية وسبعين من عشر تلاف في الاتنين على التسعة واربعين من الف. ادياني هنا تلتمية وتمنتاشر من الف متر على الثانية. طبعا انا كده جبت ايه? سي اتنين. وبتالي لما اجي عوض في معدد برنولي كل حاجة عندي موجودة. زد واحد موجودة. سي واحد معطى في المسألة. اتنين سبتة. الجي تسعة واحد وتمانين مضروبة. بيزايد هنا. البي واحد على الرو. بي واحد موجودة معي. الرو موجودة كسفت المية. الف بيساوي. زد اتنين. معطى معي في المسألة. سي اتنين. ده انا لسه جايبها دلوقتي تلتمية تمنتاشر من مية او من الف متر على الثانية. على اتنين جي. زائد هنا باتنين على الرو. مجرد تعويض مباشر. ان الخمسة اللي زد واحد بخمسة احطها. السي واحد كانت باتنين احطها. تمام? على اتنين جي. انا عارف ان جي تسعة واحد وتمانين. طبعا دي كيمة سبتة. انا عارفها. هنا زائد خمسة في عشرة قصة اربعة. اللي هي طبعا كيمة الضغط اللي احنا بقى بالجرام بالكيلو جرام لكل متر مربع على الكسافة اللي هي الرو اللي هي بتاعت المية بالف. بيساوي زد اتنين معطى في المسألة. عندي هنا سي اتنين لن لسه جايبها تلتمية وتمنتاشر من الف. خلي بالنا دي مربع. عشان ما اجي اشتغل على الحزب. على اتنين في تسعة واحدة من المية عاجلة الجزبات الارضية زائد البي اتنين على الالف. ده كلام كويس جدا. نبص كده مع بعض بقى. طبعا بطلع الكيمة المعادلة دي كل لها مع بعض الترمي ده. وعندي هنا الترمي التاني اتبقى لي فيه بي اتنين على الالف. وبالتالي قدر اطلع البي اتنين. طلعت لي بالكيمة دي كيلو جرام لكل متر مربع. يبقى درسنا نهاردة كان مهم جدا. اتكلمنا على الفواقد في الاحتكاك. اتكلمنا على الهد اللي هو الارتفاع. طبعا الكلام ده انا انا بحتاجه ليه. يعني انا بجيب الفواقد في الاحتكاك ليه واجيب المشاكل اللي عندي حصل دي ليه. انا دلوقتي لما اجي يسرى هوا داخل ضغط او مية داخل مصورة بيحصل فقط نتيجة الاحتكاك ونتيجة وجود الابوم وجود نتيجة الاتساع الفجائي او التضييق الفجائي فيه انخفات في الضغط بيحصل. فانا ببقى احتاج لو انا شغال هوا بقى انا احتاج فانة او مروحة تقدر تتغلب على الاحتكاك ده. فلازم علشان كده لازم احسبها. لازم احسب الفواقد عندي قد ايه? عشان دلوقتي لما اجي اشتريه فانا اقدر اعرف الهد بتاعي اللي انا محتاجه قد ايه. تمام? يبقى لازم احسب الفواقد في الاحتكاك. اولا انا شغال مثلا المية ومحتاج لنا اود المية من المكنة بتاعتي لحد المكان اللي فيه اللي انا محتاج اعمله وعمليه التكييف. ده كله بيحصل فيه فقد. صح? يبقى لازم احسبه عشان لما اجيب طلوبة مية تدفع للمية من هنا لهنا. اقدر اتغلب على الكلام ده كل. اتكلمنا قلنا اعمل اساسي في الموضوع. لازم احسب رقم رينودز نمبر عشان اعرف عندي انا عندي سريان رقائكي ولا سريان مضطرب. وعلى هذا الاساس بقدر استخدم القانون اللي انا هشتغل عليه. فحالة سريان رقائكي في قانون. فحالة سريان مضطرب عندي في قانون. وعدنا قلنا سريان رقائكي اللي هو الفين و تلتمية او الفين اه في مقال ده سريان رقائكي. فوق التلات تلاف ده سريان مضطرب. اما الكيمة اللي بين الاتنين ده هو سريان انتقالي من الانتقال الرقائكي لسريان المضطرب. حلقة النهاردة كانت مميزة جدا. في نهاية الحلقة اشكركم جدا. في رعاية الله. نشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة. شكرا جدا.